اشتركوا في القناة اعتصم ما يفوق المئة الشخص داخل مقر دائرة ودلد علايق احتجاجا على تأخر توزيع قرارات الاستفادة من السكنات ذات الطبيع الرفي وطلب المعتصمون بالتدخل العاجل لوالي الولاية تلفزيون الشروق تنقل إلى مقر الدائرة وحاور بعض المحتجين الذين اتهموا المسؤول الأول أقول وهو رئيس الدائرة بعدم منحهم قرار الاستفادة بالرغم من الإفراج على القائمة الإسمية قبل أشهر الحوار كان مع المواطنين المحتجين وفي ذات الولاية وقفت كاميرا الشروق عند مأساة ست عائلات تقطن عمارة معرضة للسقوط أقول بحي 1024 مسكن وسط البلدية وحسب السكان فإن أسوار العمارة هشة ومهترئة من أثر القنبلة التي انفجرت فيها إبان العشرية السوداء كما أنها تفتقد أدنى ضرورية الحياة حيث يعاني قاطنوها العمارة من انعدام الماء والكهرباء والغز وفي بلدية ولدعيش دائما الأب عرابي عبدالقادر وبناته الثلاث يقيمون في خيمة بحي ألف مسكن وسط بلدية ولدعيش بالبليدة بعد حكم قضائي بالطرد من بيت العائلة إثر الدعوة رفعتها والدته ضده تلفزيون الشروق تنقل إلى عين المكان وحاور عبدالقادر الذي تحدث بأسا عن معاناة أسرته التي قاربت شهرا في العراء وفي هذا الشتاء القارس ضمن عملياته في تطوير نظام التعويض وتحسين خدمته استحدث صندوق الضمان الاجتماعي تقنية بيانات حديثة تقضي باستعمال بطاقة الشفاء لدى كل صيداليات الوطن المتعاقدة مع الصندوق في خطوة تسهل على المرضى اقتناء أدويتهم لا تزال قضية الفساد بشركة سوناتراك تفشي أسرارها وتصنع الحدث في وسائل الإعلام العالمية حيث كشفت هذه المرة صحيفة The Globe and Mail الكندية عن اعتماد شركة أسنسي لظل على الثريد بجاوية الوسيط في الحصول على عقود شركة مع سوناتراك مقابل عمولات ورشوة لعدة أطراف في السوق الجزائرية حيث شهدت أسعار اللحم البيضاء تراجعا في الآوينة الأخيرة وذلك بسبب تراجع الاستهلاك مقابل ازدياد العرض وهو ما دفع بمربي الدواج إلى مطالبة السلطات بالمساعدة لتجنب خسائر أكبر في اليوم الثاني على التوالي يتواصل إضراب تلاميذ ثنوية الامتياز بالقبة في العاصمة الجزائر تنديدا بالأفضاع البداغوجية والاجتماعية التي اتقف حائلا في طريق تميز لم يرتض غيره طوال تسع سنوات من الدراسة من جبال الأورث إلى الشأن في تونس حيث أعلن العلي العريض وزير الداخلية والقيادي في حركة النهضة الحاكمة الخميس أن التحقيقات في اغتيال المعارض اليساري شكري بالعيد في السادس من فيفري الجاري وصلت مرحلة الإقافات ولم يذكر العريض المشتبه بهم أو عددهم أو هويتهم وأضاف الوزير أن التحقيقات لم تتوصل بعد إلى تحديد هوية القاتل والجهة التي وراءه والأسباب والدواعي التي دفعت لاغتيال بالعيد وفي المغرب حيث أصب 12 مهاجرا من دول جنوب الصحراء الإفريقية بينهم اثنان إصابتهما بالغة فيما اتقلت قوة الأمن المغربية فجر الخميس 64 أخرين في تدخل عنيف قرب مدينة النظور شمال شرق البلاد وذلك حسب ما أفادت به مصادر حقوقية لوكالة فرانس بريس وجرت هذه التدخلات حسب المصدر نفسه في غابة كوروكو شمال المغرب أين اعتاد المهاجرون غير الشرعيين أقول الاختباء إلى أن تتاح لهم فرصة التسلل في حين تم ترحيل 54 مهاجرا وصلوا صباحة الأربعاء إلى مدينة وجدة الحدودية مع الجزائر من بينهم 11 مهاجرا يحملون أوراق المفوضية السامية للاجئين إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وجرح ثلاثة آخرون على الأقل الخميس في تبادل لإطلاق النار بمدينة لاس فيغاس وشهد أشخاص في سيارات وسط المدينة يتبادلون إطلاق الرصاص قرب كازينو كانوا مطاردين من قبل الشرطة المحلية لينتهي بهم المطاف في حادث مرعب لم تنجو منه سوى جماعة نقول كانت في سيارة ربعية الدفع فرت من الشرطة الأخبار الرياضية في هذه المختصرات تتصدر القمة العاصمية بينجا تقبلوا تحيياتي وتحييات الفريق العامل معي ليلة هادئة تقبلوا تحييات الفريق العاصمية بينجا تقبلوا تحييات الفريق العاصمية بينجا